نوريام يوتيوبر جزائرية تستهزئ بالجزائرية وتقلل مقيمة الجزائرية في قناة أمسيسها الفرنسية والرئيس الجزائرية تحدث عن التطبيع مع إسرائيل كل هذا ما سوف تعرفون في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة ابن العرب إذا كنتم أول مرة تشاهدون الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تتواصلوا بكل جديد ولا تنسوا دعم مقطع الفيديو بزر لايك واليوم فيديو اليوم بدعاية صوت الديك أو سياح الديك يعني لازم تتحمله معي اليوم في فيديو اليوم رح نتحدث على موضوعين أول موضوع رح نبدأ به بروبورتاج القناة الفرنسية أمسيس مع اليوتيوبر الجزائرية نوريام نوريام هي يوتيوبر جزائرية محجبة سطع نجمها أو بدأت شهرتها من خلال منصة اليوتيوب بوضع فيديوهات تجميل تعليم الميكاب تعليم لفات الحجاب والسطايلست والكثير من الحاجات عبر قناتها في اليوتيوب تحت اسم نوريام وبعدها اشتهرت أيضا على الانستغرام وعالفيسبوك وأصبحت إحدى اليوتيوبرات الصف الأول في الجزائر وذو متابعة كبيرة ولها جمهور كبير في الجزائر وهي يعني تعتبر مؤثرة من المؤثرين هذه اليوتيوبر نوريام الجزائرية في سنة 2019 أجرت روبورتاج عن حياة الجزائريات على قناة عفوا مع قناة الفرنسية أمسي وقد تحدثت على الكثير من الأشياء أول شي يعني هذه القناة ربما حرفت كلامها وربما لا يعني الله أعلم ولكن هي قالت أنه حرفت كلامها لأن الروبرتاج أساء للجزائر وأساء بالأخص إلى المرأة الجزائرية والعالم العربي ككل وحتى العالم ككل يعرف أن المرأة الجزائرية مناظلة مجاهدة خلوقة يعني أخلاق الجزائريات غنية عن التعريف والجزائريات غنية عن التعريف من أيام الثورة التحريرية الجزائرية مع جميلة بوحيرد للفاطمان سومر الكثير الكثير من المجاهدات المناظلات اللي يهدر عليهم التاريخ يعني لا يعدون ولا يحصون وحتى يعني في عالم الرياضة عندنا سليما سواكري حسب ابو المرقة في مجلس صحافة صورية ابو عمامة الكثير الكثير يعني الجزائريات دوما سبقت في كل شي يعني دوما ترند في كل شيء في كل العالم وحتى مؤخرا من الجزائرية شابات الفنانة الجزائرية رجاء نزيان أيقونة الحراك الشعبي الجزائري اللي يعني وصلت بأغانيها اللي كانت تدعم بها الحراك وحراك الجزائريين اللي يوصل للعالمية وترشح لجائزة نوبل في السلام يعني بش يترشح حراك الجائزة نوبل في السلام لازم يكون صح حراك سلمي يعني الجزائريين والجزائريات أغانيين عن التعريف فنحن بلد المليون ونصف مليون شهيد وقانات فرنسية مرحش توري للناس شكون احنا ولا توري للناس شكون احنا ولا شكون هما الجزائريات تقدر هذه نوريا مغلطة وهي بنت بلدنا لازم نسمحوها وهذه كحاملة شن الهجوم عليها لازم تحبسوهم وتحياتي لكل الناس اللي وقفوا معها ياسين كنتاش مروان قربوبي العديد العديد من الناس اللي وقفوا معها وكيد تحياتنا لنوريا وان شاء الله نتمنى من أي واحد مشهور في الجزائر ما تنغروش وراء القنوات لما يحبوا يديروا معكم ديروا بورتاج سيبوكم من هذا الريبورتاج خلوكم الريبورتاجات والمقابلات حط في قناتك حط في حسابك ومع متابعيك وخلصنا لقيت برنامج رح يزيد من جمالك ومن جمال أعمالك قبلوا لقيت حاجة فيها اللوش بعد عليها وهذه هي وربي يوفق ويسر جميع أمور المسلمين شاء الله يا رب أما الخبر النامبر دو وهو التطبيع تطبيع الجزائر مع إسرائيل في آخر اجتماع لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون مع السحفيين سقسوا على التطبيع مع إسرائيل فسماه أنا لن أسعلي لهرولة مع التطبيع وسماه مهزلة يعني هو تضحك على الإمارات وتضحك على البحرين لأنهم هرولوا للتطبيع مع إسرائيل وعقدوا معاهدة سلام وقال نفس الكلام اللي قالوا جميع الأمة العربية قال أنه الناس توقع معاهدة سلام لما يكون فيك حرب مع هذه الدولة لما يكونش أصلا ما كانش حرب كيفش تعقب توقع معاهدة سلام وقال أن القضية الفلسطينية قضية مقدسة بالنسبة للحكومة الجزائرية وبالنسبة للشعب الجزائري وقال أنه لا يوجد شيء اسمه دورة فلسطينية هناك كيان فلسطيني صهيوني وقال الدورة الفلسطينية لازم تكون لها مكانتها وبعاصمتها القدس الشريف وهذه هي كلمات الرئيس الجزائري سيد عبد المجيد تبون خلال آخر اجتماعته وتصريحاته مع القنوات الجزائرية المحلية وهذه هي أما بالنسبة للتطبيع مع إسرائيل يعني للأسف أصبحت قضية رائعة يعني شفنا العديد من الأشياء يعني شفنا وسيم يوسف تهجمه على الفلسطين ومدافعته على الصهيون استدلائه يعني أخيرا في المرة الأخيرة وسيم يوسف استدل بحديث من الإنجيل المحرف أكيد الإنجيل يعني هو كتاب من كتب الله وسيدنا عيس المسيح هو رسل من رسول الله وليس نأمن به يعني من أركان الإيمان الإيمان بجميع الرسول ولكن ديننا هو الإسلام وآخر دين وآخر كتاب هو القرآن الكريم يعني كيفاش داعية مثل وسيم يوسف يستدل بالإنجيل المحرف احنا عرفنا أنه نزل الإنجيل نزل نظيف ولكن هو محرفوه يعني كيفاش يستدلي به ويخلي القرآن الكريم وأيضا السوداسي والله ما حبيتش نغلط السوداسي ولا العفاسي استغفر الله العلي العظيم يا ربي اسمح لي ما حبيتش نغلط مش فيتش واحد منهم كان في خطبة يوم الجمعة في السعودية أعطى إشارة بالليل تطبيع مع إسرائيل شيء عادي وأعطى إشارة أن السعودية راح تعلن تطبيعها مع إسرائيل قريبا وأيضا هناك دولة عربية إفريقية يعني من دول موجودة في إفريقيا وهي عربية راح تعلن تطبيعها مع إسرائيل قريبا يعني والله حسبي الله ونعم الوكيل وشيء محسن بزاف على الأمة العربية كانت سكتة يعني كانت كانوا سكتين على المعصية لأنه كانت معصية أنه يشوفوا في الأخت فلسطين فلسطين الشقيقة الحبيبة يعني يغتصى بأرضها وبزفح ويجسرين فيها والسكت والآن أصبحوا يجهرون بالمعصية يعني يصبحوا يقولون إهدى تطبيع إسرائيل عندهم الحق وهما بزف هذا شيء يوجه بزف القلب وتحياتنا لإخوتنا الفلسطين وينما كانوا وأوروبا وفقهم وأوروبا ينصر فلسطين إن شاء الله يا رب وهذه هي وتحية الجزائر وتحية الشعب الجزائري ويحيى رئيس الجزائر على هذه المقابلة الرائعة اللي سكت بها أفواه الأعداء اللي كانوا يقولوا الجزائر راح تسارع للتطبيع ها هو أعطاكم رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون الأمر باللي لن نسارع إلى الهرولة للتطبيع والتطبيع مجرد مهزلة وتحية القدس الشريفة وهذه هي في آخر الفيديو انتم من أنكم تعطوني أرأيكم في كلا الموضوعين موضوع نور يام والفضيحة تاقناة أمسيس والتطبيع مع إسرائيل والشيء الذي قاله الرئيس الجزائري سيد عبد المجيد تبون في آخر الفيديو نقول لكم سمحوني راني مريد شوية وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسو وانكم تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش تتوصلوا بكل جديد ولا تنسو دعا مقطع الفيديو بزير اللايك